عقد مجلس الوزراء اجتماع الأسبوعية بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر البارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب سمو الأمير حفظه الله ورعاه والوفد المرافق له للبلاد متوجيا إلى مملكة المتحدة وذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا الذي يعقد عماله في لندن وذلك حرصا على المساهمة الدولية في الجهود الرامية لمواجهة هذه الأزمة الانسانية الخطيرة حيث يرافق سموه وحفظه الله ورعاه كل من النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووفد إعلامي وأمني ومجلس الوزراء يتمنى النجاح والتوفيق لجهود حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وقادة الدول المجتمعة في المؤتمر وأن يحقق أهدافه المنشودة في مساعدة الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته المريرة كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الرسائل التي تلقا حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدا لنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة ومن فخامة رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة ومن فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة ومن فخامة بويار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة وقد تناولت هذه الرسائل عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة كما تلقى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعى رسالة من معالي بنكيمون الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمن لعراب عن شكره لسموه حفظه الله وللحكومة الكويتية على الجهود المبذولة في مجال تغيير المناخ والتي كان لها دور أساسي في إنجاح اتفاق باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغيير المناخ كما تضمنت تعوى تسموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في احتفالية التوقيع على اتفاق باريس المشاري إليه والذي يستضيفها معالي في مقر الأمم المتحدة خلال شهر أبريل القادم وتلقى سموه حفظه الله ورعاه أيضا رسالة من سعادة أياد أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تضمنت دعوة سموه حفظه الله ورعاه نيابة عن حكومة جمهورية أندونيسيا وذلك للمشاركة في عمل الدورة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي والمقرر يعقده في العاصمة الأندونيسية جاكرتا خلال شهر مارس القادم كما حاط السموه رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتاج الزيارة التي قام بها للبلاد الأسبوع الماضي فخامت الرئيس الباتشي قائد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة وبفحو لقائه مع حضرة صاحب السموه الأمير حفظه الله ورعاه والتي تناولت سبل تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات والميادين ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشان بلدية الكويت والذي يهدف إلى تعديل بعض نصوص المواد التي تنظم عمل البلدية والمجلس البلدي وفك التشابك مع الجهات الحكومية المختلفة كما تضمن مشروع القانون أحكاما تستادف معاقبة مخالفي نظام البناء بعقوبات تطال المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ تصل إلى الحبس لمدد تتراوح بين 6 أشهر و7 سنوات وبالغرامة والعقوبات الأخرى كما تلزم المالك بتنفيذ الإزالة الكاملة لهذه المخالفات على نفقته الخاصة وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة السادس عشر من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والذي يهدف إلى تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشاري إليها ورقيها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لحالتها لمجلس الأمة ثم اضطرع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشان مشروع مرسوم بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشان الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصادر بالمرسوم رقم 78 لسنة 2015 والذي يستدف تعديل الميعاد النهائي لتقديم العطاعات ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أستونيا بشان العفاء من تشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المرسيم المشاري إليها ورفعها لحظرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء حادث الهجوم الإرهابي الذي استادف مسجدا في منطقة الإحساء شرق المملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء صلاة الجمعة الماضي والذي أودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء مؤكدا على موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية وإذ يتقدم مجلس الوزراء بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود والشعب السعودي الشقيق إذا هذه الفاجعة الإنسانية لا يسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأفرانه وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه